اشتركوا في القناة ودع المدير التنفيذي للانتخاب التكملي لعضوية مجلس النواب المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب دائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق إلى التأكد من مطابقة الاشتراطات المنصوص عليها في القانون فضلا عن اصطحاب كافة المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب الترشيح لافتا إلى أن الاشتراطات والمستندات المطلوبة متوفرة على الموقع الرسمي للانتخابات بالإضافة إلى ملء استمارة الترشح المتاح على ذات الموقع ولفتا إلى أن طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق والتي خلت تقدم لدى اللجنة الإشرافية بمدرسة البسيتين الإعدادية للبنات وذلك من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء خلال فترة الترشح وأشار إلى أنه بإمكان المترشحين دفع الرسم المقرر في هذا الشأن لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال ساعات الدوام الرسمية بمبنى الوزارة بالدور الأول في المنطقة الدبلوماسية إلى جانب إمكانية دفع هذه الرسوم من خلال اللجنة الإشرافية والتي تبلغ 200 دينار للمترشحين لعضوية مجلس النواب